بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم بمدارس الهدى المحمدية التعلم عن بعد معكم المعلمة بشرة عبد الله مادة الرياضيات للصف السابع درس اليوم وهو الإحتمالات في بداية الدرس هنشرح بعض المصطلحات اللي إحنا هنستخدمها أول مصطلح هنشرحه وهو الفضاء العيني شو معنى كلمة الفضاء العيني؟ الفضاء العيني هي عبارة عن مجموعة النواتج المتوقع حدوثها عند إجراء تجربة معينة مثلا لو أنا بدي أحكي لك تجربة إلقاء حجر نارد حجر نارد شو عليه أرقام؟ عليه الأرقام واحد نين تلات أربعة خمسة ستة إذن ظهور هدول الأرقام هم هدول الفضاء العيني مستحيل يطلع لي رقم سبعة مستحيل يطلع لي الرقم صفر مثلا فعندي هاي الفترة أو من واحد لستة هم الأعداد الفضاء العيني تمام هلا كيف بنكتب الفضاء العيني؟ مثلا عندي هون مؤشرين A و B أو قرسين وعندهم مؤشر في عندي هون القرص الدواري الأول من واحد ثلاث خمسة وسبعة وتسعة هدول هم الفضاء العيني لهم صح؟ كيف بنكتبهم؟ نكتبهم ضمن إشارة المجموعة هاي هي عندي إشارة المجموعة تمام هلا عندي هون يا رصب نحكي عن تجربة A و تجربة B مثلا تجربة A منحكي أنها متساوية الإحتمال النواتج اللي إلها متساوية الإحتمال أما التجربة B منحكي عنها غير متساوية الإحتمال كيف عرفنا تجربة A عندي كل هلا رقم واحد مثلا عندي هون رقم ثلاث رقم خمسة رقم سبعة رقم تسعة إلها نفس المساحة لكل عدد فيهم لكل ناتج من النواتج إلها نفس المساحة لكن في التجربة B الجزء A الجزء واحد ما أخذ مساحة كتير كبيرة أكبر من باقي الأجزاء رقم تسعة ما أخذ أصغر مسافة مثلا أو أصغر مساحة فبالتالي عندي هون غير متساوية الإحتمال هون منسميها غير متساوية لأنه عندي المساحات غير متساوية أما هون لما تكون مساحات متساوية فبنسميها متساوية الإحتمال هلا عندي هون كمان عندي مصطلح الحادث ما معنى كلمتي الحادث يعني مثلا هو ناتج واحد أو أكثر من النواتج مثلا هون بحكي لك ما احتمال حدوث وأن الحادث الآن بحكي فيه ظهور الرقم واحد ظهور رقم فردي مثلا أو ظهور عدد زوجي أنا بس أجي أحكي هاي الجملة معناته هاي هي الحادث إنه حدوث إشي معين أو أنا بحدد لك ناتج معين أو أكثر من النواتج التجربة العشوائية هلا احتمال الحادث هلا هون لو رمزت للحادث بحرف A على افتراض فاحتمال الحادث يرمز إلو بPA بA هو احتمال الحادث شو عن احتمال الحادث؟ هلا احتمال الحادث هون بكون معي يعني شو احتمال ظهور مثلا العدد خمسة أو ما احتمال ظهور العدد سبعة في هاي التجربة فإنه بنحكي هون عدد عناصر الحادث على عدد عناصر الفضاء العيني على عدد عناصر الفضاء العيني تمام سابع لهون معناته أنا عندي هون إذا بدي أحكي عن احتمال ظهور العدد سبعة العدد سبعة هيظهر مرة واحدة في التجربة إيه؟ يظهر مرة واحدة إذن عدد عناصر الحادث واحد على عدد عناصر الفضاء العيني عدد عناصرهم بعدهم كلهم 1 2 3 4 5 إذن 1 على 5 هاي احتمال الحادث هلأ أول إشي عندي نسبة يعني أن الحادث لا يمكن أن يقع هون نسبة 0% يعني هذا الحادث مستحيل مثلا لو أخدت القرص الدوار ما الدوار معي فوق لو حكيت لك ما نسبة ظهور العدد 2 العدد 2 أصلا مش موجود معي أبدا فإذا نسبة ظهوره 0% مستحيل يظهر تمام أما بالنسبة 100% فتعني أن الحادث سوف يقع بالتأكيد مثلا لو أنا حكيت لك هون ما نسبة ظهور عدد فردي أقل من 11 مثلا طب إجباري أن يطلع لي عدد فردي أقل من 11 لأن كل أعداد الفردي أقل من 11 هون معي بالقرص الدوار فإذا هون نسبة الحادث 100% تمام هلأ معناته عندي نسبة إما 0% أو 100% هون بيناتهم مؤكدة أو مستحيلة هلأ ممكن يصير الحادث عندي بيكونه لازم بين الصفر وبين الواحد شو يعني بين صفر وبين الواحد هلأ ما حكينا 100% يعني واحد هلأ أقل من ذلك ديكون 9 من 10 8 من 10 مثلا إلى آخره النسبة فالنسبة يجب أن تكون أكبر من واحد أكبر من صفر وأقل من واحد نأخذ مثال حتى ننتبه لا أو نركز أكتر على المفاهيم هاي نأخذ مثال صفحة 146 لدى حنين كيس يحتوي على قطع حلوة بألوان مختلفة أغمضت حنين عينيها وسحبت قطعة حلوة عشوائيا من الكيس محتمال سحب قطعة حلوة حمراء هلأ قطعة حلوة حمراء من هدول شو النسبة لما يجي يحكي لي محتمال معنته أنا بدي بي عدد عناصر الكرات الحمراء طالما هو بيسأل عن الحادث اللي يعني أنها تسحب كرة حمراء تساوي والثلاث كم عدد الكرات الحمراء؟ واحد نين ثلاث أربعة خمسة إذن خمسة على عدد الكرات كاملة خمسة أحمر ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداش اتناش إذن عدد كل الكرات اتناش فإذن احتمال خمسة على اتناش هلأ عندي هون بيحكي لك محتمال سحب قطعة حلوة خضراء أو برتقالية ونحدد لي يا أخضر يا برتقالي معناته أنا هون عندي هنحكي بي اي اللي هي عناصر الحادث مثلا أنا ممكن بدل اي أكتب الحادث نفسه يعني لون أخضر أو برتقالي تساوي هلأ عندي عدد الخضراء أو البرتقال يمنج نعدهم هاي الكيس معي واحد اتنين ثلاث اربعة إذن هم أربعة على عدد عناصر الفضاء العيني كاملة اللي هي اتناش فأربعة على اتناش ممكن أختصرها بأبسط صورة على أربعة على أربعة بتغطيني واحدة ثلاث نكتب هم تلت تمام هلأ عندي هون محتمال سحب قطعة حلوة ليست بنفسجية كلمة ليست بنفسجية يعني إيش؟ داعدهم كلهم معادة لون بنفسجي إذن هون كم واحدة ليست بنفسجية؟ إحداش لأنه بنفسجية بس واحدة إذن إحداش على اتناش هيتكون فبي أوف اي لآخر واحدة إحداش على اتناش تمام لهون معناته؟ نكتب إحداش على إتناش على إنكمل الأسئلة اللي تحتو مباشرة ما احتمال سحب قطعة حلوة زرقاء من الكيس نيجي نحكي هون فيه احتمال أنه يطلع أزرق معي ما عندي ما عندي لون أزرق فإذن احتماله فارغ فإذن صفر على اتناش وتساوي الاحتمال صفر هذا احتمال مستحيل احتمال مستحيل هلأ فيه عندي هون أكتر من سؤال أتحقق من فهمي بدنا نحلهم على نفس النمط على نفس الكيس الحلوى اللي معي فوق بحكي لي ما احتمال سحب قطعة حلوة خضراء احتمال سحب هون هيكينا خضراء أو قطعة حلوة خضراء من عد الخضراء 1 2 3 إذن 3 خضراء مع أنت هنا الحادث سحب كرة خضراء نحط P of A تساوي 3 على عددهم كلهم حكينا 12 فإذن 3 على 12 بيمكني أختصرهم على 3 على 3 فبتطلع عندي 1 على 4 لهم ربع يساوي 1 على 4 هلأ سؤال رقم 6 بيحكي لي محتمال سحب قطعة حلوة صفراء أو خضراء لم يجيس أني عن أصفر أو أخضر إذن أخضر 3 والأصفر 2 إذن 5 على 12 إذن هنا أصفر أو أخضر هي الحادث فإذن P of A حكينا بمكان A بإمكاني أكتب الحادث نفسه أصفر أو أخضر تساوي 5 على 12 وما في أي اختصار فيهم فبضلها 5 على 12 طبعا هو كسر فعلي فبالتالي هو أقل من واحد أنا نيجي هون محتمال سحب قطعة حلوة ليست حمراء يعني المهم أنها ما تكون أحمر معنى هون أن عدد الكرات الأحمر 5 هلأ أهمي كلهم 12 إذن كم كرة مش حمراء 7 كرات إذن 7 على 12 فعندي سؤال رقم 7 الكرات التي مش لونها أحمر أو ليست حمراء 7 عددهم 7 على 12 وما عندي أي اختصار آخر سؤال معي آخر سؤال معي ما احتمال سحب قطعة حلوة سوداء لما يجي يحكي لي سوداء ما في عندي بالكيس أسود إذن 0 0 على 12 ساوي 0 هون آخر إشي B of A 0 على 12 ساوي 0 تمام نيجي هون بحكي لي إن احتمال اختيار العدد 4 من هدول البطاقات هو عبارة عن 1 على 10 وبإمكاني أكتبها على صورة نسبة مئوية أو عدد 10 1 على 10 هي نفسها 1 جزء من 10 هي نفسها 10 بالمية تمام هل بحكي لهون إذا إحنا حكينا هاي إذا كانت بدي أختار الرقم 4 طب إذا بدي أختار عدم اختيار الرقم 4 يعني أي رقم بس مش 4 شوف هون هون بدي أختار الرقم 4 هون عدم اختيار الرقم 4 شوف بصير بصير 1 ناقص احتمال الرقم 4 يعني 1 ناقص 1 1 ناقص 1 جزء من 10 تساوي 9 جزء من 10 إذن هون الاحتمال كان معي 9 جزء من 10 معناته أنا بس بدي عدم احتمال عدم احتمال آسف احتمال عدم وقوع الحادث فحيكون معي 1 ناقص احتمال الحادث ننتقل إلى صفحة 148 السؤال بيحكي لي إذا كان احتمال اختيار طالب من الصف السابع لديه دراجة هوائية هو 6 على 10 فما احتمال اختيار طالب ليس لديه دراجة هوائية معناته أنا بس أجي أحكي أنه هم اللي بدي أختاره يكون إلو دراجة هوائية 6 من 10 6 على 10 أسف فبالتالي احتمال اختيار الطالب ليس لديه دراجة فحيكي بس أنا بدي عكس الحادث طالما بدي عكسه إذن 1 ناقص احتمال الحادث فبعندي 1 ناقص 6 من 10 بعطيني 4 على 10 لو اختصرتها بعطيني 2 على 5 السؤال بيحكي هون إذا كان احتمال أن يهطل المطر غدا هو 7 جزء من 10 فاحتمال أن لا يهطل طب أنا عندي هون يعني أنا إيش بدي دي أنفي الحادث أو دي أنفي الحادث هذا المعينة معي فبتالي 1 ناقص احتمال الحدوث فحيكون 1 ناقص 7 جزء من 10 هيكون معي الاحتمال 7 جزء من 10 هلأني يجي هون عندي سؤال رقم 3 سؤال رقم 3 إذا كان احتمال خسارة الفريق في مباراة هو 4 من 10 فاحتمالية اللا يخسر شوف كيف أعطاني النفي هو طالب فإذن احتمالية اللا يخسر نكتب هون بي اللا يخسر هون أو عدم الخسارة تساوي واحد ناقص احتمالية الخسارة يعني عندي هون هلأ بنكتبهم وتساوي عندي هون واحد ناقص احتمالية خسارته كان 0 3 جزء من 10 فإذن احتمالية اللا يخسر الفريق هو 7 جزء من 10 فتساوي هون معي 7 جزء من 10 بدنا نكتب هون بس بالكلمات سؤال رقم 4 بيحكي إذا كان احتمال اختيار طالبة من الصف السابع ترتدي نظارة هو واحد على تسعة فم احتمال اختيار طالبة لا ترتدي نظارة معناته أنا طالب مني هون عكس الاحتمال فبالتالي حين نأخذ احتمال اللا ترتدي تساوي واحد ناقص احتمال ارتداءها للنظارة إذن تساوي هون معي واحد ناقص واحد على تسعة إذا وحدنا المقامات تسعة على تسعة ناقص واحد على تسعة هيعطيني الثمانية على تسعة تمام هلا عندي هون في الجدول عندي جدول تتجاهين الجدول جدول تكراري بنرتب فيه البيانات بكون فيها فئتين يعني مثلا أنا بكون عندي البيانات مقسمة إلى ذكور وإناث مثلا زي المثال معي وأسود وأبيض صار عندي أكتر من خيار فبتالي هون رح أكتب أنثى وذكر أو أسود وأبيض أحررتبهم بناء على البيانات المعطيني إياها هون بحيث يكون معي هلا لما يجي يحكي لي هون تسعة ذكور أو عشرة أسود ونيتبه أنا خمسة إيناس أبيض أول إشي القيمة المعي هحطها أول إشي هو المجموعة معي تمنتاش حكالي أن الذكور عددهم تسعة فإذا المجموعة الذكور هن هن حط تسعة حكالي أبيض إيناس فعددهم عشرة هاي أبيض هي إيناس هون بحض المربع فحط عشرة حكالي برضا أن السوداء عددهم عشرة مجموعة الأسود ذكور وإيناس عشرة هلا حاليا أنا هيك بس أعطاني معلومات وحكالي أكمل لحالي كيف أكمل النواة جمعي من خلال أول عمود مثلا أو العمود الأخير أن المجموعة عدد الخراف هلأ عندي هون ألاحظ أنا هون المفروض خطأ هاي أبيض إناث هاي معطيني السؤال خمسة فإذن ثبتناها خمسة نثبتها باللون بنفسجي أنا حكيت المخلطة وكاتبها عشرة هون خمسة تمام فهون خمسة هلأ صارت معي هون تسعة فإذن الأسود إذا كان عندي المجموعة الإناث تسعة خمسة أبيض إذن كم واحدة أسود حيكون معي إجباري الأسود أربعة هلأ عندي فوق هون لو أخذت العمود الثاني أربعة فوق ما عدو كم بظل العشرة بظل ستة إذن ستة هيكون ذكور أسود هيك أنا خلصت نا لسه باقي عندي أنا هون عندي هذا الصف هذا الصف عندي هون مجموعة هون إجا ستة كم بتبقى تبقى ثلاث إذن هون ثلاث آخر إيش هون عندي خمسة زائد ثلاث ثمانية فإذن هيك بكون أنا كتابت الجدول هنأخذ مثال هون عندي أماني 32 بطاقة مقسمة كما يأتي 15 بطاقة خضراء معتم مجموعة الأخضر هون 15 منكتب 15 18 البطاقة مستطيلة هاي 18 مستطيلة خمس بطاقات اللي هم عندي هون أحمر مربعة خمسة أحمر مربعة هون أحمر هي مربعة هي خمسة طبعا أنا الجدول هون رسمته قبل أنه أعطاني أخضر وأحمر أعطاني مستطيل ومربعة فعلى إثرها حطيت الأربع خيارات معي مجموعة البطاقات 32 معطيني بالسؤال فإذن هون تمام هلأ نيجي نجزق ونشوف شو عندي الخيارات الثانية هلأ أنا عندي هون خمسة إذن كم تبقى من الخمسة هون أسب تبقى من 32 تبقى 17 إذن 17 زائد 15 إذن 32 هلأ عندي هون 18 18 هون زائد كم بعطيني 32 زائد 14 فإذن هاي 14 هلأ من خلال هدو الأرقام اللي أنطلعتم هتطلع الأرقام الثانية هلأ هدو الأحمر مجموء 17 5 إجت مربعة إذن كم واحدة مستطيل ضلت عندي ضلت عندي هون 12 هلأ 12 زائد كم بعطيني 18 فإذن طلعوا معي 6 تمام هلأ عندي هون 5 زائد كم بعطيني 14 عندي هون 14 منحكي ناقص 5 أو 5 زائد كم بعطيني 9 بدي أتأكد من صحة الحال هون مثلا 9 زائد 6 15 إذن حلي صحيح هك أنا رتبت في جدول ذو اتجاه تبقى علينا تحديد الواجب واجبك من كتاب التمارين عليك حل أسئلة من 1 حتى 8 صفحة 39 ودمتم في حفظ الله ورعايته